أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول كيف نرد على من يقول إن هناك بدعة حسنة وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث نعم نرد على اللي يقول إن هناك بدعة حسنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا عموم الرسول قال كل بدعة كل ما يستثنى شيء وهذا يقول لا هناك بدعة حسنة هذا رد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل فكل بدعة ضلالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك بدعة حسنة وأما قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة قال سنة ما لم يقل بدعة حسنة قال من سن في الإسلام سنة حسنة ما قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كما يقول هذا المغرض أو هذا الجاهل والسنة الحسنة أن يحيي سنة ماتت أو لم يعمل بها سنة نسيها الناس نسيها الناس أو لم يعملوا بها فجاء إنسان وأحياها وعمل بها هذه هي السنة الحسنة والحديث له سبب وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لمناسبة أناس جاءوه ظهر عليهم الفقر والفاقة فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدق لهؤلاء فجاء رجل معه صرة من الذهب معه صرة من الذهب كادت يده أن تعجز عنها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم تتابع الناس لما رأوه تتابع الناس الصدقات فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسن هذا الرجل سن سنة حسن جاء بالصدقة فتتابع الناس واقتدوا به هذا هو الأصل الحديث وهذا ليس بدعة هذا سنة صدقة على المحتاجين هذه سنة ليست بدعة كما يقول هذا نعم فالمراد من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة قد نسيت أو ترك العمل بها ثم أحياها هذا هو الذي سن في الإسلام سنة حسنة نعم